ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة وفي اول ظهور له بعد عودته لمصر ضيف اليوم السياسي المصري أحمد طنطاوي أهلا بك 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 هل هيك تكلم عن عودتك من لبنان وصفت لمشاهد وانت راجع في المطار دخولك المطار شكله آخر في الجمعة وحشربه في حياتي الأمن المطار تعمل معك إزاي حتى خروجك من المطار بقاهي بص حضر هو أنا رجعت طاير ولا رجعت من المطار من المطار إيه ده؟ إيه شغل ده؟ عدت منه لابس طاية إخفة ولا عدت منه وأنا بمر على جوازات ودراء الصفر بيتفتل ولا شايف حد في مصر كلها قدامي لكن لم يعترضك أحد وسؤالي لحضرتك له لأنه في 2018 حينما ترشح الفريق أحمد شفيق أعلن عن رغباتك يصل القاهرة الآن مرحلاً مرحلاً من دولة الإمارات العربية اللي بعده أو الفريق سامي عنان للرياسة أنني قد عقدت العزم قال الجيش المصري في بيان له إن سامي عنان ارتكب جريمة تزوير اللي بعده يا ولاد المتنى تم احتجازهم بتهم أنت دخلت لمصر بدون أن يتعرض إليك أحد يمكن تم احتجاز أحد من أفراد أسرتك على زمة قضايا خرج الخال كما تفضل والإمبريلية من الأنبرة ولكن أنا بالمرصة لك الثورة والشعب الجميل عريض ما تعمل لايك وسبسكرايبا مفيش مشكلة من ترشوحك للإنتخبات الناس اللي احتجزت على زمة قضايا دي بس احنا اتكررنا القضايا دي لما أنا اترشحت لإنتخبات الرئاسة لا لا هو ما يقصدش أنا وارده مش فاهم الصراحة بس يعني إحنا نحسن الظن لماذا استقلت من رئاسة حزب القرامة قبل نحو 9 أشهر؟ هل الاستقالة كانت بضغوط أم بإرادتك؟ لو عندك كلام تاني ترشو ترشو إيه القرف ده؟ لا الاستقالة كانت نتيجة لمجمل ما تعيشه الحياة الحزبية والسياسية المصرية بتعلى سكة وضغري وما تحرقش على المكان أكتير عشان ما تفوتش منك طب اسمح لي البعض قيل وقتها إنه رفضت لمشاركة المرشح رئيسي وقتها الأستاذ حمدين صباحي أمام الرئيس عبدالبتاح سيسي ولا شاف الأستاذ حمدين أهلا وسهلا أهلا وسهلا هل ده كان السبب فعلا للاستقالة أم لأعتقد ده شاء نعام؟ أنا يعني وصفت المشهد الانتخابي في 2014 وفي 2018 بالأوصاف اللي أنا مؤمن بيها أنت وصفتها وقتها بالمسرحية ليه كده؟ تمام تمام ليه كده؟ طب اسمح لي أقول لحضرتك إذا كنت شايف إنه وقتها في 2014 و2018 كانت المشاركة مسرحية لماذا تشارك الآن في المنافسة أمام الرئيس عبدالبتاح سيسي وجدت للأمالة الدموقفية تحدتني إلا أنا أعرض الأمر عليك ولا لا لا أنا وثق إن التنافس لن يكون عادلا دبت الدرقة دي من إيه؟ اللي بطلوبه بشكل بسيط جدا هو السفارة للسندوق أن يضمن للناس صحة في النتائج بتعمل لايك وسبسكرايبا أنا السنة دي عايز أرفع المعاناة عن الشعب أنا مش عايز حد يروح ينتخب خالص أنا عايز يناس لي بعدها في جوتها مستليعة وإحنا متطوعين نحطر أصواتهم جوه السنة دي ماذا لو خاضر رئيس عبدالبتاح سيسي للانتخابات وفاز بها؟ بمعنى ماذا لا أنا بحبك والله هننضيقك للانتخابات الأولى والانتخابات الثانية دي مالش علاقة بالناعمل لك اللي انت عايز يا حبيبا يعني انك دي انتخب اللي ما تنتخبش إذا دي إرادة إذا دي إرادة المصريين في انتخابات تتوفر لها ضمانات النزاهة تعظيم سلام لما يريدوا الناس بس لما يريدوا الناس الناتجة مية في المية السناية ما تجنناش معك يا عم الله يشيئك انت رجل كبير بس المرات يا فاندي ما عايزين يبقى حارسين شوية منع لوجود أي اعتراضات من جانب المعارضة وإحنا مش عدمنا المعارضة نحو طلع هيرو ببلغة اللي طلع قديمه مش عايز قلبي دي نبا ديم شو اشتركوا في القناة ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة